أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الجولة الخاصة والحصرية مع رجال الحرس الوطني على خط التماس معي العقيد منيف بن نايف الشيباني إلى أين ستكون الجولة يا أبو سلطان نحن نقوم بجولة يومية للمناطق الأمامية للقواتنا الجبل المخروق ونقاط التماس الأخرى نحن نبدأ مع الطريق الإسفلت بداية أول ما يواجهنا جبل المخروق بعدها نتجه يمين ويسار لنقاط التماس الأخرى اليوم جولة اعجادية يوميا نسويها قائد الوحدة التي تفقد النقاط الأمامية والنقاط التي تجعلها بجانب جبل المخروق ماذا يمكن أن تخبرنا على هجوم اليوم الذي استهدف جبل المخروق وتم التصدي له من قبل الحرس الوطني كل معتاد مقاط المراقبة لدينا تقوم بعملها اللي هو البحث عن الهداف بوسطة النواظير الليلية والحرارية وأجهزة الردارات اكتشفوا هدف معادي متقدم متسلل بحدود ثلاثة إلى ربع أشخاص رصدوا الهدف يتقدم انتظروا إلى صار بمدى الأسلحة تعاملوا مع الهدف وتم تدميره مباشرة الرائد فواز البقمي ماذا يمكن أن تخبرنا ونحن اليوم على سفح جبل المخروق هذا جبل المخروق الذي يدعي الحوثي أنه مسيطر عليه نحن الآن مسيطر عليه وقوة الحرس الوطني مسيطر عليه وصدت كذا اقتحام وصدت كذا تسلل لهذا الجبل لمحاولة السيطرة من قنبات الحوثي مثل ما يدعي علامهم هذا آخر متر من الأراضي السعودية والزميل أجمل صور لكم جبل المخروق انتهت جولتنا معاك يا أبو سلطان كيف يمكن أن تصف لنا استعدادات الجنود المرابطين في هذه النقطة وهي آخر متر من الأراضي السعودية زي ما تشاهدون الجبل الآن قدامكم زي ما تشاهدون